طيب الملاف الثاني وهو متعلق بتصريحات نجوم النادي الأهل يمكن على مدار يومين ثلاثة كده بعد النادي الأهل ما رجع من الإمارات بعد الفوز بكاس السوبر لأندي الأبطال قريت وسمعت تصريحات لعدد من اللاعبين سمعت تصريحات لكهربا تصريحات لمروان عطية تصريحات لإمام عشور بصوا احنا مش هنوعد نزكي في لعبتنا أو في النجوم اللي موجودين في النادي الأهل أنتم عارفين طبعا أن النادي الأهل دايما ليه مدرسة وسياسة مختلفة عن أي مكان آخر ولكن ما تحسبش لعيب على تاريخه إلا لما يكون داخل النادي الأهل أول ملعب ينضم للنادي الأهل تبدأ تشوف تصريحاته تبدأ تشوف اندباطه تبدأ تشوف التزامه مع النادي الأهل الأمر مختلف تماما عن أي مقارنات أخرى لكن الشيء الإيجابي اللي شفته في الأيام الأخيرة تصريحات متزنة من محمود كهربا وكهربا يستحق أنا قلت أيقونة عام عشرين تلاتة وعشرين عشان كده الكل بيتهافت عليه عشان يعمل معه مداخلات لأن الكهربا أيقونة عام عشرين تلاتة وعشرين بعد كم المؤامرات والشائعات اللي تعرض لها في الفترة الأخيرة وكل ما حد يجيبه في مداخلة يسأله على الغرامة وأنت عارف أصلا موضوع الغرامة دلوقتي بيتناقش إزاي داخل المحكمة الرياضية هل عندك تفاصيل الملف ده أصلا ملابساته وحيسياته إيه لأن فيه كلام كتير لسه جاي في الفترة اللي جاية القصة مش قصة ادفع فلوس يعني أنا على فكرة لما كنت موجود في المملكة العربية السعودية والتقيد بالمحامي علي عباس المحامي التونسي لمحمود عبد المنعم القهربة راجل كشف لي على تفاصيله وكواليس بصراحة يعني أنا ما يفعش أتكلم فيها دلوقتي لأن دي أمور قانونية تخص الملف القضية فما ينفعش أو ما عنديش تصريح أتكلم في تفاصيل بس الراجل تكلمني وشرح لي حاجات يعني ربنا يكون فعون كهرباء ربنا يكون فعونه لأن الملف والأوراق اللي فيه والمستندات اللي اتبعتت للفيفا يعني فيها حاجات صعبة صعبة أنها تحصل مع لاعب بيمثل منتخبنا الوطني في كأس الأمم وبيمثل منتخبنا الوطني منذ سنوات ولكن كل الضغوط دي واسمع لتصرحات لكهرباء شوف كلامه متزن إزاي شوف انفعالاته داخل الملعب متزن إزاي هو كهرباء دلوقتي عن كهرباء زمان الأمر مختلف نفس الأمر على إمام عشور نفس الأمر على إمام عشور وشوف إمام عشور إزاي بيتكلم على كهرباء وشوف إزاي بيتكلم على زميله في الفرقة وشوف إزاي هو شايف أنه مع النادي الآية هيقدر يحقق إنجازات وبطولات وتاريخ كبير جدا بطولته السوبر دي بداية على فكرة هي القصة بالنسبة لنا مش إنه هو كسب السوبر ما كسب قبل كده أي عادي كسب قبل كده بس المكسب مع الأهلي ليه رونك مختلف لأنه أنت بتلعب في كاسعالم بتلعب في نهاية دورة بطالة إفريقيا بتلعب في بطولات كبيرة فبالتالي اللعيب اللي بيشم ريحة البطولة في النادي الآلي بيحس إحساس غريب جدا عما كان موجود في أي مكان سابق مروان عطية كمان من اللعيبة اللي تعرضت للظروف نفسية صعبة جدا في الفترات الأخيرة بعد وفاة والده لكن برضو تصرحاته متزنة قدر يرجع بسرعة وجوده كمان مع المنتخب الوطن أعتقد كان حافظ إيجابي جدا ليه مروان عطية عشان يستعيد نشاطه من جديد ويبدأ يلعب بشكل أفضل عما ظهر فيه الفترة السابق مش عايز أقول بقى أن الكلام ده ردا على البعض اللي بيحاول يقول افتكاسات في البرامج وبيحلل بطريقة كوميدية مش هنتكلم عن ناس دي الناس دي قصصا إحنا لا شايفينها ولا مهتمين بكلامهم ولا حتى كلامهم مؤثر لأن في النهاية قعدوا سنة كاملة يتكلموا ويقولوا ويزيدوا ويعيدوا لكن المحصلة إيه؟ إيه المحصلة؟ أنت اللي بتتكلم مش موجود في ذاكرة التاريخ لأن انت كلامك كله في الهوى محدش شاف ولا حد حس به والناحية التانية اللي انت بتتكلم عليهم فازوا بدورة عبطال إفريقيا رجعوا بالبرونزية من كأس العالم حققوا الدوري فازوا باتنين سوبر فازوا بكأس مصر وراحوا لمنتخبنا الوطني أكبر قوان موجود في منتخب مصر من لعبي النادي الآن فبالتالي الكلام كله بيروح مع الوقت ولكن التاريخ والبطولات هتفضل موجودة ومحفورة في الأزهان محدش هيقدر ينسيها